السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مرة اخرى معي مينا بن علي اليوم بشوف معي كيفية تحضير املية بالبروكولي ولا ترطيع بالبروكولي بطريقة سهلة ومبسطة حطيت كسارونا وفيها قيمة من الماء وصلت إلى مرحلة الغليان كما تشوفوا نزيد فيها شوية ملح وعندي 4 عراس بصلي صغير وعندي فص ثوم قصيته على 4 نزيده نحرك الملح مليح في الماء وعندي قيمة 200 جرام من البروكولي غسلته مليح وقصيته نورات نورات صغيرة ونزيده على المال يغلي فيه شوية الثوم وشوية البصل بسم الله الرحمن الرحيم نحركوه من اللول شوي كفاكيكة ونخليه منذ عشرة دقائق على نار متوسطة ما غير ما نغطوا الكسارون البروكولي متاع نحذر وفت عليه العشرة دقائق وهو يطيب نحذر نصفيه ونخليه يستقطر مليح بعد صفيت البروكولي وخليته يستقطر ويبرد نحذر معاكم البيض اللي باش نحطوه في الترطية ولا في الأملات كسرت ثلاثة بيضاء حجم متوسط في صحفة واسعة شوي نزيد عليها نقدر ثلاثة بغارف ملح ليب بسم الله الرحمن الرحيم ونزيدو شوية فلفل أكحل ونزيدو شوية ملح ونحرك المكونات كل مليح بسم الله الرحمن الرحيم حركت المكونات مليح كما تشوفو طوي باش نتركو جانبا ونتعدو المرحلة الاخرى ان شاء الله حطيت مجلع للنار وخليتها تسخل طوي باش نزيدو شوية زيت نباتي بسم الله الرحمن الرحيم قيمة ثلاث مغارف ولثلاث ملعق وعندي ملعقة أكل بصل مفروم وفص كبير من الثوم بسم الله الرحمن الرحيم نحرك الممليح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم نحركهم بسم الله الرحيم 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 بعد المماد نتركو معي بدلت المجلة المجلة الاخرى نجاها اكبر شوي ولت عملتها في مجلة نقصة شوي على خطر البروكوليل القيمة بتاعه مش ياسر اليوم اعملت قيمة صغيرة ولهذا كي يبدأ المعون كبير والخضرة تبدأ شوي ولا البروكوليل يبدأ شوي ما نجيناش المنظر مزيان بعد كن طيبوه تجين اضعيفة تاو هاني سويت البروكولي في المجلة الجديدة والبروكوليت جلام ليح اخذها المذاقم تعثومه اللي بصل وتاو عندي الخليط اللي حضرته معاكم اللي فيه البيض وفيه شوية الحليب وفلفل اكحل وشوية ملح نعاود نخلطه مليح ونصم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نوزعه شوية كيف هكة من اللول وعندي شوية جبن مفروم نزيد نحط فوق البيض كيف هكة بسم الله الرحمن الرحيم ونغطي عليها نخليها على نار هادية مدة خمسة ولا ستة دقائق لان البيض يتجبن والجبن يطيب وبعد نرجع ان شاء الله هذه اول مرة نهزع لها لقطة كما تشوفوا بدت تتماسك باش نزيدها دقائقة اخرى ونعاود نرجع معاكم باش نشوفوها كيفاش طابت ان شاء الله الطرطية متاعنا حضرت كي ما تشوفو الوجه متاعها كي نلمسوه يعني شايح كي ما تشوفو معايا طبو باش ندفع لها النار ونشوفو مع بعضنا بسم الله الرحمن الرحيم ماذا بينا المجلة باش نطيبوا فيها تبدأ ما تلصقش باش كنطيبوا فيها الطرطية هذي يعني ما تشدش من تحت كي ما تشوفو معايا هذه الطرطية متاعنا تتنحى بكل سهولة كي ما تشوفو المجلة مشي شادة من تحت علش نحيت المورس وهي ما زالت في المجلة فوق النار على خاطرنا بصراحة منصبرش عليها الطرطية هذي ما ضاقها بيهي وتعجبني ماذا بيهي تطيبنوا كلها من نارها رحي الترطية هذي ولا الاملات متاع البروكلية تتكل سخونة مدام فيها شوي تشبن أحسن حاجة انها تتكل سخونة نزيد نقص معاكم طرية فخر مقديرها سهلة والمذاق متاح يجي من ابن ما يكوء ان شاء الله تجربوه تعجبكم هذه الطرطية متاعنا اليوم عندي زوج الصغيرات خاص يطلهم مرسوات صغار وهذه البنويت الكبار خاص يطلهم مطروف كبار هذه الطرطية متاعنا ان شاء الله تعجبكم اتنال رضاكم الى اللقاء في وصفة قادمها قريب دونتم في امان الله وحظه الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر